نصيب المرأة ونصيب الأنثوي من جائزة نوبل خاصة أنها طبعا جائزة عريقة من 1901 ويمكن 18 امرأة فقط اللي فيزوا بجائزة نوبل من وجهة نظر حددتك تحليلك إيه لجزئها زيدي؟ والله هو أغلبهم كمان حتى في العصر الأخير يعني الثمنتاشر هنلاقي أنه هم في العصور العقود المتأخرة يعني في السنوات الأخيرة من نوبل الأحدث ده تبريره إيه؟ ربما أن الأدب بيحتاج لجهد كبير جدا ومثلا في السنوات الأولى لجائزة نوبل كان هناك تركيز على أصحاب المشاريع الضخمة أصحاب المشاريع الأدبية الضخمة يعني تلستوي تلاقي مثلا مركيز نجيب محفوظ أمثلة عديدة توماس مان كتير يعني الحقيقة طبعا فيه فردينيا وولف برضو كانت بازد بالجائزة فيه الحقيقة سراماجو هنلاقي أن أصحاب المشاريع الكبير هم اللي سيطروا على تاريخ الجائزة في المراحل الأولى ده ربما كانت تضعف عنه المرأة أو يعني هنلاقي مثلا بعض مثلا الكاتبات المميزات جدا في أمريكا اللاتينية هنلاقي أن هم أصحاب رواية أو اتنين أو تلاتة يعني مش مشاريع ممتدة مش مشاريع ضخمة تمام ربما في المراحل اللاحقة هنلاقي أن يبدأ التركيز على التجارب النسائية والإبداع النسائي